إنت حضرتك احترافت التمثيل وسبت الهندسة ما سيبتش الهندسة ما سيبتش الهندسة أبداً حرس إيه ده؟ إيه الجمال ده؟ أصلي نادراً نادراً ما فنان يفضل في المهنتين ومهنتين صعبين لأنه في الغالب إنه شقلبة الحياة اللي حضرتك بتتكلم عنها بتخلي الواحد لازم يسيب حاجة والله ما كانش قادر أعمل كده يعني ما تزيبش عليك يعني فيه ناحية مادية أيضاً طيب الهندسة كان بتدينا أجر كويس والفن طول عمره كده وكمان في المقييس زمان الأجور كانت فقيرة بسيطة جداً بذكر بقى الحاجات اللي سيبناها عشان كنا مشغولين الثراثي أضواء المصر آه ما لو إنت اعتصرت عن أنك تكون ضمن الفريق ولا إيه؟ لا المعلومة مش كده المعلومة أنا كنت إحنا الجيل بتاعنا في كنا متقابل عند الأستاذ فؤاد كنت أنا والضيف وإسامة عباس وزكريا موافية ومجموعة جيدة جداً من الفنانين آه بنتقابل طلبة يعني آه فكان ارتباطي بـ بتضيف أحمد ارتباط وثيق وكنا حبايا بقوي قوي 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 كلام ده لما بكلم على سنة 58 تسعة وخمسين آه وابتللنا نعمل مع بعض شو آآ آآ كوميدي لطيف إن إحنا إن إيه نأي مثلاً جهة من جهات الجامعة عايزة تعمل برنامج إحنا مستعدين نقدم ساعتين ليكم من الضحك من نظير عشرين جنيه آآ وإنا عاملين فرقة كده تضيفه في الوقت آآ فعلاقة قوية ومتينة الكلام ده سألت آآ تمانية وخمسين تسعة وخمسين أثناء الدراس آآ آآ هو كان متخرج آآ وكنا مرتبطين ببعض خالص يعني لكن آآ الجاذف آآ الشعر بقى مع مصرح الدولة آآ وكان مش شعر موظف في العاية الشباب والعلاقة مستمرة آآ وعلاقل فرنية دي لما بتبقى قوية بين اثنين أو ثلاثة آآ تبقى ليها طعم آآ إنساني كمان آآ إنساني خالص يعني وعائلي فأنا بتكلم على سنة الثمانية وخمسين كانش فيه حاجة اسمها سولاسي أيو قبل ظهور سولاسي أدواء المصر سولاسي ظهر سنة واحد وستين آآ في فرنامج اسمه أدواء المصر آآ كان بيعمله التلفزيون الأستاذ محمد سالم ما راح أرحمه كان هم اللي بيعمله ده فجاب التلاتة دول كان سامير في اسكندرية وغاوي قوي إنو هي بقى كان حقيقة ناشت قوي في الحتة دي وجوز دي في عين شمس وكان معهم واحد اسم عاد النصيف هم التلاتة دول عمر دكتور الحقني دي في الأول ونجحت ودي كانت البداية يعني علاقة حضرتك بالضيف أحمد كانت قبل أصلا تأسيس ثلاثي أدواء المصر أيوة طبعاً ده تاريخ يا أستاذ فاروق فأنا بحكيلك أنا أصلا أنا أحد الصحفيين اللي أنا بحبهم وأقدرهم آه أنا عني بزور التاريخ أزور إيه؟ لا ده تقولي هما هما لما مش عاد النصيف سافر بره عشان يعمل دراسة ياخد مجلسير أو الدكتوراه وكان ممثل كويس قوي لطيف يعني فأحب واحد ثالث فأنا كنت ناشط قوي وليه اسمي في الجماعات يعني آه فأزور جيب سامير جوم عشان أشتغر معاهم وده شيء أمر طبيعي آه يعني ما كانش كلام الكلام ده سنة واحد وستين اتنين وستين آه واحد وستين فأغلت لهم لا أنا لوقتي في سنة ثانية وثالث سنة وكنت اكسترنال يعني لو سيطت ترفت آه أقول لبيتي إيه بقى